إذن موعد موجز الأنباء الآن بصحبة زملتنا من نشر قوي مننا شكرا لك مصطفى أتمنى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العالمين بحضور رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان كلا من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى القدم وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن رئيس السيسي رحب بزيارة ديوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص وأضف أن اللقاء شهد تبادل وجهة النظري بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقة التنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم كما تفقد الرئيس السيسي وضيوف مصر الكرام مدينة العالم الجديدة ومنتجع رجال هايتس ومرافقه السياحية استضافت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الملحقة العسكري لدى سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة في ضوء خطة الأكاديمية للسقل مهارات الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة وألقى مساعد مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متواصل لإعداد الكوادر المؤهلة وتوعيتهم بمختلف التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بنقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الدول والثقافات الأجنبية دعت الأمم المتحدة للتحقيق في اغتيال الصحفية الروسية داريا دوجينا لتحديد كافة ملبسة الجريمة كان جهاز الأمن الروسي قد أعلن عن وقوف الاستخبارات الأوكرانية وراء اغتيال الصحفية وكشفها عن اسم المواطنة الأوكرانية المشتبه بتنفيذها التفجير يذكر أن الصحفية داريا دوجينا هي ابنة المفكر والفيلسوف الشهير أليكساندر دوجينا ولقيت مصرحة نتيجة تفجير سيارتها بعبوة ناسفة في ضواحي موسكو السبت الماضي أعلنت بلغاريا استعدادها لاستئناف المفاوضات مع شركة جاسبروم الروسية خشية مواجهة نقص الغاز الشتاء القادم وقال وزير الطاقة البرغاري روسين هيرستوف أن المفاوضات مع جاسبروم لاستئناف عمليات التسليم بمجاب العقد الحالي الذي ينتهي ديسمبر المقبل باتت حتمية مشيرا إلى أن هذا هو الحل الوحيد للحصول على سعر مقبول للشركات بعد استدعاء أرباب العمل والنقابات لدعم هذا التغيير في الاستراتيجية وتعد بلغاريا من أولى الدول التي عانت من إبريل الماضي من انقطاع شحنات الغاز الروسي بعدما رفضت الدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز من موسكو أعلنت شرطة مدينة أطلنتا بولاية جورجيا الأمريكية عن سقوط قتيل وإصابة اثنين إثر إطلاق نار حي بحي التجاري في المدينة وأضافت الشرطة أنه تم توقيف سيدة يشتبه بوقوفها وراء عملية إطلاق النار وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الأمريكية عن تبادل لإطلاق النار بين عناصر من الشرطة ومسلح قربان مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية أوهايو الأمريكية حضر باحثون في الاتحاد الأوروبي من أن موجة الجفاف الحادة التي تضرب أوروبا تتفاقم وأوضح مرصد الجفاف العالمية تابع للاتحاد الأوروبي أن الجفاف يهدد نحو نصف أراضي لاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن انخفاض منسوب الأنهار وانحسار الموارد المائية يؤثران على توليد الكهرباء في مشاءات إنتاج الطاقة ويقلسان المحاصيل الزراعية نهاية مجز الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنع